ترأس سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع العشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث جرى استعراض توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء الرئيسية للمجلس للأعوام 2022-2026 والقيم المستهدفة نعم بعدها قدم صندوق العمل تمكين عرضا للتائش دراسة نطاق عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مستجدات الاستبيان الوطني للمؤسسات مع البنك الدولي وخريطة الطريق للمجلس وذلك عبر تحليل بيئة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين مع التركيز بشكل خاص على نمو هذه المؤسسات وحصولها على التمويل وتوفير المزيد من فرص العمل فيها بالإضافة إلى ذلك تم إطلاع أعضاء المجلس على خطة عمل مبادرة تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في سوق البحرين للاستثمار كما قدمت صادرات البحرين عرضا بأحدث الإحصائيات والإنجازات والحلول التصديرية المقدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر